السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب جريد سيكس النهاردة ان شاء الله بنعمل ريفيو على سيم فور. وان كده نكون عملنا ريفيجن على كل دروس الترم التاني. و ياريت نسمع التو سيشن تاعت المرة اللي فاتت ريفيو لسيم سري. والنهاردة ريفيو لسيم فور علشان تبقى راجعت على المناج. ولو في حاجة برضو بالنسبة غنظة ياريت تراجع للدرس الاساسي المرفوع على القناة. وبالتوفيق لكو دايما يا رب اتمنى لكم كل التوفيق والتفوق. ونبدأ مع بعض سيم فور. وبنبدأ بليسون وون اكسي بولر ان اكشن. والاكسي بولر بتاعنا في لسون وون بيتكلم عن ميسس سونيكا من اندهار. وهي عبارة عن مهتمة بالفينانشيال تكنولوجي. وهي كمان نشونال جيغرافيك اكسي بولر ومستكشف في قناة نشونال جيغرافيك. وهي من مدينة نيبال من ربابليك اف نيبال. هر ستادي فوكوس ودرسيتها بتركز على انجينيرينج فيلد بتخدم دراستها في انها يرفيد البيئة اللي هي عايشة فيها في بلدها. ويدعالة كده مع بعض نشوف هي شايفت ان استخدامها العربيات او الحفلات او الناقلات الباصز يعني الالكترك اللي هي بتستخدم الكهرباء بدلا من السولر او البنزين كده تادي انبعاثات ممكن ان هي تقلل انبعاثات في الجو. she also noticed that most of many bus drivers in the capital are were women. يعني اغلب قائد السيارات والحفلات في نيبال هم من السيدات. وفي سنة 2019 Mrs. Manindahar co-founded Fintish Company Alloy والشركة بتاعتها اسمها Alloy والشركة دي a company that help people use financial services وهي عملت الشركة دي علشان تساعد الناس علشان ياخدوا خدمات مالية Alloy help women mini bus driver in republic of Nibel حتى وشركة Alloy هتساعد السيدات قائدي السيارات في نيبال انه هم يعملوا يبقى اول حاجة get low interest to buy electric mini bus انه هم يقدروا يشتروا سيارات كهربائية بفوايد low interest يعني قيمة ربح صغيرة جدا كمان ساعدتهم انه هم يعملوا upgrade their existing electric mini bus انه هم لو عندهم عربيات انه هم يعملوا لها upgrade او يطوروها with long lasting lithium ion battery انه هم يستخدموا بطاريات من lithium طويل الامد وكمان ساعدتهم receive and repay one through a company platform which is simpler and faster to use than most current bank one يعني وساعدتهم انه هم يقدروا من خلال منصة الشركة انه هم يدفعوا الاقصاد بتاعتهم او يدفعوا الارباح اللي عليهم بطريقة بسيطة وسريعة عن طريق اللي هي اسستها في شركة alloy وبتكون ابسط واسهل من القهود عن طريق البنوك بالنسبة لهم when the founder approve ال one لما ال founder بيوافق على ال one اللي هو الكارد a business owner get a digital token يعني بيجي صاحب السيارات دي وبيجيلوا حاجة اسمها digital token ويعني موافقة الكترونية she spent the token وهي بتصرف التوكن ده approved seller such as electric seller then she pay the founder back بعد كده هي بتقدر تدفع السيدة بتقدر تدفع el founder back each month بكل شهر هتدفع منين من المoney which she is make on her business يعني كل شهر هتكون كسبة أموال عن طريق ان هي بتستخدم السيارة بتاعتها ومن الأموال هتقدر تدفع شهريا الوان اللي عليها هتقدر بكل المعاملات المالية سوف هتقدر إرسالها عن طريق السيارة and as a result there is no need to use internet يعني من غير ما نحتاج الانترنت عن طريق السيارة سوف تقدر تقوم بكل العمليات المالية The platform report is a payment والplatform بيوصق the payment information so the funder know exactly how the loan were spent والفوندر بيعرف بالضبط اللوان تم صرفه فيه بالضبط and how much he is paid back وبيعرف قيمة المبلغ اللي هيرجع له أو هيدفع له بعد كده البسانجر كمان الركاب اللي هم بيركاب معاها العربيات ممكن هم يقوم بعملية تنظيم الرحلات عن طريق الكمباني ويبسايت عن طريق موقع الشركة they can pay with digital token وكمان يقدروا يدفعوا عن طريق digital token or mobile wallet ويهي الموبايل wallet يا أولاد is an app عبارة عن application storing money بيخزن الأموال it can be used to send and receive funds يعني تقدر تستخدمها في إرسال وإستقبال الأموال pay bill electricity water gas يعني عن طريق دفع الفواتير الكهرباء والمية والغاز book travel ticket وكمان حجز تذاكر الصفر and subscribe to service provided by company وكمان تقدر أن أنت تقدم الخدمات للشركات يعني mobile wallet تخليك أن أنت تدفع وتتحول الفلوس وتستقبل الفلوس تدفع فواتير الكهرباء والمية والغاز كمان تحجز travel ticket اللي هي تذاكر الطيران وي allow user to access their money and use it electronically anywhere and anytime وكمان بتسمح لهم أنه هما يستقبلوا الأموال electronically anywhere and anytime وفي أي وقت الآن سأل على لسن 1 و question 1 should the correct answer from A, B, C or D question number 1 مس صوني من اندهار إز A المسل صوني ك financial technology cultural ولا social ولا environmental طبعا هي financial technology في question number two allow assist woman mini bus driver in republic of nibal يعني allow بتساعد السيدات قائدي الثيارات في republic of nibal عشان يعملوا ايه بالظبط علشان low interest one ياخدوا card بعوائد او بارباح قليلة وكمان يبقى الاجابة بتاعتنا low interest one هنا بيقول دوت is an application used in storing money ال application تستخدمه عشان تخزن الاموال طبعا الموبايل wallet او المحفظة بتاعة الموبايل الرقمية question number two put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one question number one mrs manindihar co-founded the vintage company alloy يعني هي assist شركة alloy طبعا هي right question number two mrs manindihar is a doctor طبعا هي financial question number three mrs manindihar study focus on information field بتركز على مجال المعلومات طبعا هي بتركز على engineering and robotics field بإجابة خاطئة question number four mobile wallet is an application used for sending and receiving money طبعا بنستخدمه في إرسال واستقبال الأموال احنا خلصنا اسئلة question lesson one وتعالا نبدأ lesson two بنكلم على operating system and software وهو operating system واللي بنختصره ل OS والoperating system عبارة عن ده ال program اللي هو manage a computer function اللي هو بيوذير وظائف ال computer وكمان run the software and hardware بيوذير ال software و ال hardware كمان allow a user to communicate with the computer easily بيسمح للمستخدل انه يتواصل مع ال computer بسهولة operating system is the most important software on your computer and without it your computer will become useless يعني بدون operating system ال computer بتاعك يتوقف عن العمل ويبقى بدون فائدة وانت مش هتقدر انت تستخدم ويبقى the most important software on your computer is operating system تعال نقول ان an operating system coordinate and manage the communication between your hardware and software يبقى اول حاجة بيعملها ال operating system انه بيدير التواصل ما بين hardware وال software تمام تاني حاجة verify the requirement for each program انه هو بيوفر كل المتطلبات لادارة كل برنامج على وكمان computer component يعني قبل ما تعمل العملية وتبدأ في عملها فالكمبيوتر بيتحقق من وجود المكونات المادية مثلا لو هطبع بيتحقق من وجود البرينتر تمام وبيتحقق لو مثلا عايشة اكتب بيتحقق من وجود software اللي هكتب بيه وهكذا the computer component يبقى الcomputer component عندنا بتنقسم ل central processing unit cpu وكمان memory and storage و الذاكرة وكمان ذاكرة التخزين الدائم على كده مع بعض نتكلم when you buy a computer or device لما بتشتري computer أو جهاز it usually has preloaded with operating system دائما بتبقى متحملة level operating system most laptop and the computer have microsoft windows preloaded أغلب اللابتوب والcomputer لما بنشتريها بتكون تم تحملها مسبقا بالmicrosoft windows رقم ثلاثة microsoft windows operating system is often used in school and organization يعني غالبا بيتم استخدامه في المؤسسات والمدارس بالنسبة لoperating system اللي بيشتغل على أجهزة macintosh computer اسمه macOS you have to pay for different software for each of these operating system and macOS is generally more expensive يعني انت لما بتديب operating system فانت لاجب انت تدفع ثمن وطبعا الأغلى لان استخدامه أقل بيبقى macOS اللي بيشتغل على أجهزة الابل ما كنتش smart phone and tablet use different operating system يعني أجهزة التليفون الزكية والتابلت بتستخدم different operating system زي الاندرويد والiOS طبعا الاندرويد لأجهزة الموبايل والتابلت العادية لكن الiOS على الابل phone طبعا changing the system setting ازاي تقدر تعمل تغيير للضبط لنظام التشغيل عن طريق you cannot change the setting of an OS by using system setting control يعني كل operating system عنده settings control this have different name and appearance depending on the operating system you are using يعني لو كنت بتستخدم Windows تلاقي شكل control بتاعها مختلف واسمه مختلف عن اللي موجود في الابل عن اللي موجود في android وهكذا تعال نشوف مثلا بالنسبة للWindows اسمه control panel يبقى control panel ده اللي بيعمل system setting control لأجهزة اللي عليها نظام تشغيل Windows طب بالنسبة للأجهزة اللي عليها iOS ها الcontrol بتاعها اسمه control center طب بالنسبة لل mac OS اسمه system preference وتعالى كده نشوف Windows PC control panel لو انا on most computer you can locate control panel by typing control panel into the search box in the task bar يعني تروح على task bar في search box وتكتب control panel هتظهر لك control panel تضغط عليها نفاذة control panel all 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 adjustable hardware and software setting and configuration can be modified in the control panel يعني انت تقدر تعمل ضبط لكل software والhardware configuration او تعمل modification عن طريق control panel example عشان to add a new wireless printer لشان تضي printer wireless جديد لجهاز بتاعك بتروح على طبعا control panel وتروح على hardware and sound then بتختار a device your computer will look for nearby printer الكمبيوتر يعود يدور على الPrinter القرأيبة منه so you can select one you want to add to الكمبيوتر اللي انت اللي شافها واللي حسب وغدها تحددها وطبعا بتكون هي اللي انت عايز تضفها طب the change you make in the control panel are automatically applied to the software in your computer اللي انت هتقوم بعملها على control panel بيتم اضافتها directly للsoftware في الكمبيوتر بتاع if you download a new font لو انت عملت تحميل new font لو اضافت تحميل جديد new font you need to use the control panel انت محتاج ان انت استخدام control panel وتروح تضغط على font this will show you the library of font that انت انت محتاج تختارها is installed on your computer لانت لما تعمل download لفونت هتتخزن عندك على computer library وانت عايز تضيفها ل library font هتروح على control وانت click on font وبعدين تبتدي تضيف font الانت بتعمل drag drop لل font من download folder لل font library وساعتها لما تفتح office then when you open microsoft office program the new font will be available in the font drop down ساعتها تقدر تستخدم installing and removing program ازاي تقدر تضيف برامج وتحزف طبعا بيقولك ان some software install automatic لبعض software بيتم اضافتها طلقائيا for example when you plug when you plug a new printer لما تضيف new printer into a pc لل pc بتاع windows download the correct software so you can use it immediately وعندها بتقدر تستخدم ها في الحياة to remove a computer program عشان تحزف computer program from your computer عشان تحزف برنامج من الكمبيوتر بتاعك هتتابع الخطوات الآتية هتروح على control panel وتروح على program install program وبعدين يبقى windows pc تروح على control panel program program and feature وبعدين هتختار program you want to uninstall وتعمل right click عليه وتختار uninstall للprogram ده تماما من على يعني برامج يا ولاد ما ينفعش نعملها delete الفايل فقط اللي نعملها delete لكن لو عايز أزيل برنامج يبقى مزيله بالطريقة دي لأن البرنامج يبقى لي أكتر من file وأكتر من folder وممكن يكون في تحذف كل الملفات الخاصة بالبرنامج من كل الأماكن على الأجهز تعالي بنتكلم على Android Devices هتفتح Google Play Store App then tap on the profile icon tap manage app and the devices إدارة البرامج والأجهزة then manage press and hold the name of the app you want to uninstall then tap uninstall إزاي هتروح على Google Play Store App وتختار manage app and devices إدارة البرامج والملفات تظهر لك شاشة select manage app and devices بعد كده هتظهر لك شاشة تختار منها هيظهر فيها application recently وتحدد برنامج وتضغط عليه دوس على manage وتختار program وتعمله on NS2 تعانحل اسئلة على lesson 2 وبي قول choose the correct answer from ABC or D operating system is software that بيعمل الoperating system manage your computer function run software and hardware allow user to communicate with computer easily طبعا برافو عليكو كل اللي دا بيعمل لنا الoperating system for all of them question number two run on macintosh computer بيشتغل على macintosh computer طبعا macOS يبقى l'agabe macOS طب question number smartphone and tablet choose operating system smartphone tablet بيستخدم operating system زي l'iOS و android يبقى بوس a و b question number two put right in front of the correct and wrong in front of the wrong operating system coordinate communication between hardware and software يعني الoperating system بيو دير تواصل ما بين الhardware والsoftware طبعا نجاب رائد براف عليفو question number two it is very difficult to remove program from your computer لأ طبعا مش صعب انحا نعمل remove لها ونعمل لها uninstall control panel برافو question number two most laptop and computer have windows preloaded أقلب اللاب top والcomputer عندهم برنامج الwindows تم تحميله مسبقا طبعا جاب صحيحة question number four when you plug a new printer تبتدي يتوصل printer جديد into bc windows download the correct software الwindows على طول بيحمل البرنامج السليم لتشغيل هذا البرنتر والإجابة صحيحة انحنا قلنا ان بعض البرامج بيتم تحميلها automatically بكده خلصنا lesson two تعالوا مع بعض ناخد lesson three بيكلم على writing and sharing reports lict tools that you use to write a report and share it لكتابة report ومشاركتها بنستخدم ايه تعال نشوف اول حاجة writing a report in microsoft word أو messaging services such as whatsapp application واستخدام خدمات المرسلات زي الwhatsapp بالنسبة writing a report in microsoft word لو بتكتب تأرير باستخدام Microsoft word Microsoft word is still the reliable recreation tool هي الاداة الاداة انشاء التقارير الموصوقة to use for writing report to share information لمشاركة المعلومات by now you have became quite comfortable writing report حتى الان انت اصبحت مطم اكتر مرتاح اكتر لكتابة التقارير في Microsoft word and using Microsoft word tool وباستخدام Microsoft word tool to choose between different design in Microsoft word لتختار تصميمات المختلفة في Microsoft word عندك تصميمات مختلفة هتروح على layout يبقى عشان اختار تصميمات مختلفة من layout طيب insert tab بس تخدمها to choose element you would like to include in your report عشان تضيف الحاجات اللي انت محتاج تضيفها للتقرير بتاعي يعني ادي عندي word وحروح على شايف الايكونة دي عشان اختار شكل الفونت دي فونتات كل دي فونتات اختار منها الفونت choose the font you would like to use from the drop down menu then begin type قبل ما اكتب باختار شكل الفونت اللي انا عايز اكتب به طيب اللي اوت علشان use the layout tab choose from the available option واختار منها option layout design او تصميم اللي ينسي طيب بالنسبة لو انا عايز اضيف بروح على insert use insert tab باختار بادوس على insert من insert menu بيظهر الbar الخاص بinsert اقدر من خلاله اضيف picture واختار واختار بكتر اللي انا عايز اتضمنها داخل التقرير بتاع Microsoft word formatting tool to add bold and italic word تعال نشوف كده او heading عشان اعمل عنوين create table اضيف جداول insert image اضيف صور او hyperlink and footnote editing tool to check report for spelling grammar والediting tool بستخدم عشان اتشك report عن طريق يعني اتشك ال spelling الكتابة صح والغلط وكمان اتشك grammar من preview tool هستخدمها ان انا اراجع البرنامج بتاعي قبل الحفظ والطبع ادي عندي الورد هروح ادوس على review وابتدي ان انا اراجع الملف بتاعي ال b عشان اخلي الخط بتاعي bold ال i عشان اخلي italic ال editing عشان اراجع واعدل يعني spelling او لو في حالة في grammar اصلح كمان عندي اقدر اروح على insert اضيف table اضيف picture اضيف link hyperlink وكمان اضيف header and footer اضيف رأس وتزهيل للصفحة يفضل ثابت معي في كل صفحات التأرير طب عن طريق المسج services you can use message services such as whatsapp application تقدر تستخدم الwhatsapp تقوم من link id عشان توصل افكار تشارك المعلومات كمان you might use message service to collaborate on a group ممكن تعمل جروب عن طريق الwhatsapp انت وال college بتاعك زميلك في project عشان تدور على التواصل والمعلومات مع زميلك ومع مدرسينك like text message تقدر تبع message allow you to send text image message ممكن تبع رسالة نصية وفيديو you can include one person in chat ممكن تضمن شخص واحد في chat او اشخاص كثير whatsapp have some advantage الwhatsapp كمان ممكن يكون في بعض المميزات عن text message العادية اولا they use internet يعني الwhatsapp يستخدم الانترنت message are almost free يعني الرسالة هتبقى مجانية تماما عشان تستقبل الرسالة there are no special price to worry ما فيش سعر خاص تقلق عليه لو انت بتبعت لحد across the world يعني بتبعت رسالة برا فانت ما بتقلقش من تكلفة الرسالة علشان فقط يكون عندك الانترنت message sent are encrypted كمان الرسائل بيتم تشفرها بحيث ما يحدش يقدر يقررها غير المستلم only the intended recipient المستلم فقط will be able to see the message message service are compatible on any device كمان نظام الرسائل بيكون متوافق مع كل الأجهزة with both android and apple product مع أجهزة android وكمان أجهزة apple there is no restriction لا يوجد أي قيود على كده نحل أسئلة على lesson three shoot the correct answer from a b c or d in word program you can تقدر تعمل إيه باستخدام الword add bold text create table add video file طبعا post a و b طبعا تقدر تخلي التكست بتاعك bold وتقدر تضيف جدول لكن الفيديو مش حيفيدنا ما بنعرفش نضيف فيديو في الword طبعا الفيديو في الانيميشن في الpowerpoint لكن في الاجابة بص a و b question number two you can add picture shape through تقدر تضيف صور وأشكال من خلال زر إيه بقى يا شباب طبعا برافو عليكو زر insert to view a document before printing عشان تشوف الدocument قبل ما تطبع طبعا تعمله مراجعة بتروح على preview tools طبعا علي question number two put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one question number one you can't choose the font type you want from the drop down menu تقدر تختار نوع الخط من drop down menu طبعا إجابة سليمة برافو you can't include in chatting ما تقدرش تبع chat إلا لشخص واحد طبعا غلط قلنا منقدر نعمل جروب ونبعت لهم كلهم مرة واحدة بالجابة خاطئة برافو whatsapp is used for sending and receiving message تمام نقدر نبعت من خلاله ونستقبل الرسائل question number four review tab is used to add picture and shape in world document يعني review tab تقدر تستخدمه عشان تضيف صورة وأشكال طبعا لا احنا نضيف صور وأشكال عن طريق insert يبقى الإجابة خاطئة ويلا بينا نراجع lesson four creating presentation ازاي تعمل presentation you can use office suit to create presentation to express opinion and idea يعني تقدر تستخدم برنامج من برامج office المناسبة عشان تعمل presentation تعرض في أفكارك وقراءك وطبعا البرنامج المناسب عندنا هنعرفه حالا assortable design can help make presentation engaging and visually appealing يعني التصميم المناسب بيجعل presentation بتاعتك أكثر جاذبية ويعجب بها الحاضرين أو المشاهدين أو الaudience اللي هيشاهدوا presentation بتاعتك an example of powerpoint and it is useful feature طبعا هنستخدم الpowerpoint علشان نعمل ال presentation بتاعتنا وده الايكون تاعت الpowerpoint you can use microsoft point to create presentation to communicate idea and opinion يبقى نستخدم الpowerpoint عشان ننشئ البرزنتاشن ونتواصل ونواصل أفكارنا وقرأنا الpowerpoint easy to use ويقدر يخليك تعمل material visually appealing to interest the viewer تقدر تعمل مادة جاذبة جدا وتبقى مفيدة وجاذبة للviewers أو المشاهدين والadvantage بتاعك الpowerpoint خد كل المميزات اللي موجودة والتولز الموجودة في الpowerpoint عشان تظهر الايديا والاوبينيون بتاعتك بطريقة very appealing tools tools for creating a presentation include ايه الادوات اللي موجودة عندنا في الpowerpoint ولا هنقدر نستخدمها عشان نعمل الpresentation كعلا نشوف كده أولا نقدر نعمل drawing tool نقدر نستخدم ودوات الرسم عشان نرسم أشكال to draw shapes كمان نقدر writing tools نقدر نستخدم create text نقدر نكتب كمان نقدر نعمل animation tool نحرك بيها التكست والsentence and word and shape tools for creating a presentation include كعلا كده نشوف أول حاجة عندي في الpowerpoint هروح كمان قدر من خلال الفايل بعد ما خلص البرزنتيشن بتاعتي كمان عندي ميزة مهمة جدا save as pdf option هذا راح احفظ البرزنتيشن بتاعتي كpdf save your presentation as a pdf file before printing to keep its format قبل الطباعة احفظ الملف بتاعك كpdf علشان لو نقلته من جهاز للجهاز ما يتغيرش التنسيقات بتاعتك تحفظ على التنسيقات يبقى عشان أطبع بروح على file واختار print وsee a final هو اختار مشاهدة نهائية واراجع الفايل بتاعي and click print لو رحنا على review و edit in review mode يعني اقدر اعمل editing للفايل بتاعي لو اخترت review review your presentation or any text error هل في اخطاء في الكتابة هل في اي issue في التصميم يعني مثلا حاجة خارجة برا presentation بتاعك او مش واضحة او خط صغير او اي حاجة تقدر تعمل review لل presentation بتاعتك وتعدلها كمان عن طريق design اقدر احد اعمل حاجات مهمة جدا design tab اول حاجة من اقدر احد the slide size اختار size للslide you can choose standard or wide screen تختار حجم standard او تختار wide screen يعني من الشاشة also give you the option to customizing your own slide طب لو ما عجبكش الاحجام الجاية standard جاهز تختار منها كمان تقدر to customize your own slide size تقدر تحدد انت بدفسك حجم slide المناسب لك من خلال design tab كمان عندي theme and variant عندي this creation tool help you to choose a style for your presentation including design and text placement من خلال ها تقدر تختار شكل design والseam وتحدد مكان التاكست مكان الصور مكان الفيديوهات عن طريق design tab طيب عن طريق insert اقدر اضيف زي word خلال insert اضع اضيف picture يبقى من خلال insert اختار picture to your presentation والصور دايما بتوصح رسالتك لان احنا عارفين النصورة واحدة افضل من الف كلمة وكمان تقدر عن طريق البنك الصور اللي عندك على الجهاز او تقدر تضيف screenshot للجهاز بتاعك او كمان تقدر تعمل photo album لو عندك مجموعة من الصور عن طريق الpowerpoint طيب كمان يا ولاد عن طريق insert قدر اروح اختار text books عشان اكتب it's time to your message تقدر تكتب الكلام بتاعك عن طريق text message بس لازم افتذكر القاعدة اللي اسمها ten twenty thirty rule طيب التن ده عبارة عن ايه التن التن ده ten slide يعني بتاعك ما يزدش عن ten slide no longer than twenty minute ما يزدش عن عشرين دقيقة والفونت بتاعك يكون اقل يعني ما يقلش عن تلاتين عشان يبقى الخط واضح لل viewer يشوفوه من غير معاناك كمان تقدر تستخدم smart art تضيف smart art لعشان تخلي بتاعك جيدة بكده خلصنا lesson four تعال نحل اللي هسئلة على lesson four question one بيقول تشوز the correct answer from a b c or d question number one بيقول لنا a tool used to create presentation ايه الاداة اللي هتستخدمها عشان تعمل presentation ويه البرامج الهالي بص كده يطرع نستخدم الword ولا excel ولا print brush طبعا سامعيك وكل الناس قالت power point برافو عليك question number two is mood in which you can review your presentation ايه المود اللي هتقدر من خلاله ترجع البرزنتشن بتاعك يطرع design ولا review ولا slide show ولا edit طبعا review طبعا يعني هو السؤال بيحمل الاجابة والدنيا بسيطة والاسئلة جميلة وياريت ندخل على chatting ونحل بقيت بنوك الاسئلة على المنهة كله عشان تبقى عملت review اللي مادتنا question number three بيقوللي based on ten twenty thirty rule presentation shouldn't exceed يعني البرزنتشن لات زيد عن twenty slide ten slide ten color search word طبعا ما تزدش عن ten slide برافو عليك question number two put right in front of your correct sentence and wrong in front of your of the wrong one in powerpoint you can add animation on text and shape في powerpoint تقدر تضيف حركة لكل من المنصوص والأشكال طبعا إجابة write برافو in powerpoint you can't customize slide size يعني في powerpoint ما ينتقدر تخصص حجم للسلايد خاص بك إنت لأ طبعا بتقدر عن طريق ال design tab وبنختار slide size وبنختار customize ونختار نحدد حجم slide خاص بنا question number three you can make change to presentation in review mode تقدر بتعمل تعديلات على presentation في review mode اللي جاب write طبعا مربو عليكم question number four you can save the presentation as a pdf file تقدر تحفظ the presentation بتاعتك كpdf file طبعا الإجابة write pro نبدأ مع بعض lesson five و lesson five بيكلم على creating database ازاي تنشئ database ازاي تنشئ قاعدة بيانات الاول نقول يعني ايه database database is to a large amount of information in a computer system يعني الdatabase ده عبارة عن تخزين لكمية كبيرة من المعلومات على الكمبيوتر the data can be easily analyzed يعني الdatا دي نقدر بسهولة نعمل لها تحليل أو تغيير عشان تناسب احتياجات المستخدم database can be used to collect information about people places or things يعني الdatabase نقدر نستخدمها لتجميع معلومات عن الأشخاص والأماكن والأشياء all data must be managed in a compliance with Egypt data protection law يعني كل البيانات اللي هتجمعها تكون خاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية المصري طبعا تمام لازم نخلي بالنا وإحنا من جمع المعلومات تكون معنا تصاريح بتجميع المعلومات for example a teacher may have a secure database يعني المدرس ممكن يكون عنده database خاصة به تحتوي على إيه بقى that include student information تحتوي على معلومات عن التالي مزبتو زي زر student number رقمهم رقم كل طالب record تسجيلات الخاصة بالطالب ودرجاته والclass name والفصل بتاعه كمان الشركات may have similar database for keeping track of employee information كمان الشركات يكون عندهم database يحفظ في بكل قواعد البيانات الخاصة بالموظفين بتاعه طبعا هنستخدم الExcel بص معايا كده الExcel ادي الExcel ومفكرك ان الExcel عندي sheet بيحتوي على مجموعة من الكولم والكولم name is letter ABCD طب الرو اللي هي الصفوف اللفقية وده النام بتاعها عبارة عن number مكان تقاطع الكولم مع الرو بينتج ما يسمى بالسل والسل اسمها بيتكون من الكولم letter والرو number يعني السل اللي انا وقف عليها دي A1 تمام طب وهكذا تمام طبعا ده شكل بسيط عملها وعنده الاول رو ده وكتب في ال رقم الطالب اسم الطالب طبعا بينتقل من سل التانية عن طريق الاسهم للكيبورد ويكتب بيانات قط اللو يعني قفل بعد ما عملت الdatabase الصبقة دي نسيت كولم اعمل بسيطة منطقة البساطة ساعد to add additional information column to database right click the top of the column and select insert column يعني ادي الdatabase بتاعتي عايز اضيف كولم قبل ده قبل سي هاجي اوقف على سي واعمل right click هتظهر للي البي اب منيو دي واختر منها insert هيروح ضيف لي عمود قبل C وC يترحل لD. تمام إيه بقى؟ دايما عندي كولم A, B, C D. هنلاقي student name بقت اتنقلت كلها أسماء الطلاب اتنقلت كلها لكولم D وأصبح كولم C فولدي أضيف فيه البيانات اللي أنا عايزة أضيفه. When you type in number لما تكتب بالأرقام such as date, Excel will automatically format them. يعني لو كنت جي تكتب كلام والإكسل يحس إن ده تاريخ هو بينصقه كتاريخ. طب انت how to use common Excel tools زي تستخدم الإكسل tools في إن انت تعمل sorting ترتب البيانات عن طريق الإيكون Z. تحدد الدات اللي انت عايز ترتبها وتروح عليها عندك طبعا ترتيب تنازلي ascending و descending تنازلي وتصعود. تمام? كمان تقدر تستخدم adding لتضيف يعني tigma adding وكمان subtracting وكمان عندنا multiplication وعملية multiplying يا ولاد العلامة بتاعتها اللي هي star اللي هي شفت مع مفتاح التماني كمان نقدر نعمل dividing والdividing اللي هو السلاج والسلاج دي موجودة مع مفتاح اللي مكتوب عليه حرف الزا بس طبعا تكون in English يعني كنت بتكتب English كالصورت طبعا go to toolbar بتروح للطولبار وبتروح على tab اللي اسمها data وتختار منها sort يعني أنا هدوس على data تظهر للايكون دي اختار منها ادوس على انا عايز ارتب ascending ولا descending طيب يبقى بغضر اعمل adding وsubtract وmultiply وdivide type the cell you would like to include using the correct mass symbol تمام تعال نشوف كده يعني عندي مثلا A 4 فيها 20 B 4 فيها 12 عايز ابتدي اقف في السل وC 4 فيها 3 ويفتف السل دي وعشان اكتب equation ما تنساش ان equation must begin with equal sign عملت equal وضغط على A 4 تاب لي A 4 ضغط على B 4 طبعا قبل ما ضغط B 4 ضغط plus ضغط على B 4 ضغط divide وضغط على C 4 يبتدي انه هو ينفز لي equation طبعا ممكن تكون equation في column يبقى هعمل equal B 2 minus B 3 times B 4 تمام Excel let's you manipulate number Excel بيخليك ان انت تعالج الارقام او تعمل يعني شغل على الارقام في الdatabase بتاعتك ان انت تعمل adding formula وخلي بالك you can also add text such as name to sell without using formula remember to create a formula you must type equal sign in the cell يبقى اول ما السلبي الExcel بيشوف الaquil بيفهم انه ان انت هتكتب equation وانه هو هيحسب تمام تعال بقى نحل اسئلة على lesson 5 وبيقول لي تشو the correct answer from abc or d database store information about الdatabase ممكن تخزن معلومات عن الاشخاص عن الاماكن places things طبعا all of them يعني طبعا database نقدر نخزن بيها بيانات نعمل database نخزن عن الاشخاص والاشياء والاماكن يبقى اللي جاة بقى all of them بربع عليكم question number two is الdatabase اللي هتصدم عشان تعمل الexcel طبعا انا جاوبت لكم السؤال طبعا مش الword ولا الpowerpoint الword عمل report الpowerpoint عمل presentation outlook نعمل نبعث email او message الmicrosoft excel طبعا عشان نعمل الdatabase question number three you can add additional column to database تقدر تضيف عمدة اضافية للdatabase buy هتتضغط right click columns then select insert طبعا هنختار bravo bravo عليكو right click وتعلن سؤال رقم اثنين put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one excel can be used to sort data طبعا اخذنا sorting النهار ده واخذنا ascending و descending تصعودي وتنازل question number two in excel to adjust number format you must rewrite it again يعني بعد ما كتبت الارقام بقال ايه يعني تعيد كتاب الارقام تاين لا طبعا ده الexcel automatic هيعيد تنصيق الارقام وحيحتفظ بالارقام يعني مش هنحتاج نجتمها مرة تانية بقى الاجابة خاطئ question three when you type number لما تكتب ارقام such as date excel will automatically format them لما تكتب ارقام زي التاريخ الاجسل لازم لازم automatically حينص كم تعالى الاجابة صحيحة question number four each excel formula must begin with dollar sign طبعا لا همال يبدأ بايه يا شباب يبدأ ب equal sign على ناخد اخر درس عندنا creating digital project ازاي تنشئ project الكتروني وتعالى نشوف مع بعض وحنستخدم powerpoint is useful presentation tool to share information with other يعني powerpoint هو اداة مفيدة جدا لعمل presentation للdata بتاعتك والinformation بتاعتك عشان تعمل sharing the information with other it allow you to share information not just via يعني بتسمح لك بمشاركة المعلومات ليس فقط text وكمان visual يعني انا عندي البيانات بقدر ان انا اشارك بيها ويبا شارك بيها نصية او مرئية والمرئية عبارة عن image videos animation حركة وكمان graphics يبا الpowerpoint هيمكنك تعمل presentation contain text and visual content like image video animation و graphics visual in a presentation are appealing addition يع اضافة جاذبة او جذابة to any presentation powerpoint also help you to understand the material better than just plain text powerpoint the powerpoint will make you understand the material better than the nص الص on the we can see what we do what we do in the powerpoint طبعا احنا يعني خدنا باوربوينت ابل كده وعملنا اضافة والكليب ارت وسترينشوت وفوتوالبوم. النهاردة بنعمل انسيرت بس لسمارت ارت. اه اه سمارت ارت. هروح على انسيرت وبعدين ادوس على السمارت ارت. والسمارت ارت ده جرافيك. بتقدر تستخدمه علشان اه يعني لما تكون بتوصف بروسس اه اه او عندك دياجرام. عندك خطوات. عندك steps. فالسمارت ارت افضل وسيلة عشان تشرح بها خطوات. على كده نشوف بعد ما رحت على انسيرت ودست على سمارت ارت. ظهر لي البوكس ده اللي بيقولي تشوز سمارت جرافيك. وعندي عديد من الاشكال. عندي البروسس والسايكل والهيرارشي ورليشنشيب الماتريكس بيراميد اللي هو شكل هرمي. ممكن اختار مسلا من هيرارشي مسلا للشكل ده. واول ما ادوس عليه. واقول اوكي. يظهر لي شكل. وابتدي اكتب جواه الكلام. بك يعني كده عملت صممت السمارت ارت بتاعي. بس اقدر طبعا ان انا بعد ما اعمله. انت ملاحظ طبعا ان هو جايلي بشكل منصة الجاهز. بري ديزاين. لا انا ممكن اغير في الشكل ده. تقدر طبعا تغير لون الشارت عشان تخليه اكثر جاذبية. تأكد انك انت على سبلايد التمام اللي فيها السمارت ارت. وتضغط على سمارت ارت ديزاين. وتختار تشينج كالر. من سمارت ارت ساي. انت اللعتي اهو. محدد. انا دعتي محددة الى سمارت ارت. وروح تضغط على سمارت ارت ديزاين. ظهرت لي ايكون. طبعا كل دي اشكال. بقدر اغير بها شكل. ممكن اخليها كمان تبانكة 3D. لكن انا عايز اغير اللون. بروح على تشينج كالر. وزي ما انت شايف عندي اشكال كتير للالوان وللتصميمات. قدر اختار منها. ولو معجبكش ولا شكل. قدر بتختار ري كالر. وتبتدي تحدد انت اللون اللي يناسبك. او تنظيم الالوان اللي يناسبك. زي شو what you will see on the smart style. choose your desired color. اختار اللون اللي يناسبك. يبقى تروح على تشينج كالر. وتختار اللون اللي يناسبك. تذكر بقى. عندنا هنا ملحوظة مهمة جدا. بتقول لنا. انت خلاص عملت البرزنتشن بتاعك. when you give a presentation. لما تيجي تقدم presentation. speak clearly. يعني تكلم بوضوح. and slowly. وببط. and confidently. يعني. وبثقة. يعني لازم تكون واضح. بطيء. وواثق. في اللي انت بتقول. رقم اثنين. give your audience an introduction about the purpose of your presentation. او. او. او your power point presentation. يعني انت لازم تدي مقدمة للaudience. للمستمعين. للمشاهدين. عن البرزنتشن بتاعتك. او عن الpower point presentation. بتاعتك. علشان. يعني عندهم استعداد. يسمعوا. ويبقى عندهم فكرة. يعني متدخلش في الموضوع. او لازم تقدم مقدمة للبرزنتشن بتاعك. practice your presentation in advance. يعني اتضرب على البرزنتشن بتاعتك مقدما. قبل ما تقف قدام الناس وتعمل presentation. so you don't have to continuously read the text you give your presentation. عشان مش كل شوية تبصة على البرزنتشن تقرأ الكلام. عشان تشرح للناس. لا يبقى عندك فكرة عنه. قبل ما تقف تعرضه. however make sure you point towards the different section of your flowchart as you present the information about them. وطبعا رغم ان انت عامل آآ عامل البروف على الكلام ده. كل فترة تتقشر او تشاور على الاجزاء او على البداية كل جلز او على ال flowchart لو انت بتعرض flowchart للمستمعي. طيب بكده خلصنا lesson 6 نحل اسئلة عليه وبيقول لي choose the correct answer from a b c or d. نقط are not considered visual in power. ايه اللي مش visual في الpowerpoint في الحاجات اللي قدام. البكتشر من الفيجول. الفيديو من الفيجول. الجرافيكس. الفيجول لكن التكست مش فيجول. بربع علي. تغيير ايه. make your flowchart more visually appealing. تغير ايه يخلي اللي short بتاعتك. smart art بتاعتك. جاذبة طبعا. ال color. تضبط الالوان. تكون مناسبة. when giving a presentation. لما تقدم presentation to. تتكلم ايه. loudly. تتكلم بصوت عالي. ولا slowly. ببط. ولا funny. تهزر. ولا none of them. طبعا تتكلم slowly. برافو علي. question number two. put right in front of the correct sentence and wrong in front of the wrong one. تدوس خطأ امام الجملة الخطأ. speaking clearly and showing confidently are very important in sharing the presentation. يعني اتكلم بوضوح وثقة. مهم جدا في عمل presentation طبعا. الاجابة سليما. برافو. powerpoint presentation are only for text content. يعني الpowerpoint presentation هي للتقديم النصوص فقط طبعا. لا قلنا كمان بنقدم visual items. وقلنا visual items زي الصور والفيديو والاديو والغرافيكس والdrawing كل ده نقدر نقدمه في powerpoint. question number three. creating digital project is a way of information with other. طريقة لتقديم المعلومات للاخرين طبعا. الاجابة. right. برافو. all flow chart in powerpoint presentation illustrate series of step. يعني flow chart بتستخدمها في البرزنتيشن عشان تقدم خطوات متتابعة او متتالية طبعا. تمام. برافو عليكم. بكده نكون خلصنا revision على سيم آآ فور. باشكركم جدا. واتمنى لكم كل التوفيق وتفوق الدائم. ياريت نسمع اللي فاتت كان فيها على سيم سري. وكمان عندنا هنا في الشات النهاردة في revision لسيم فور. آآ كل اللينكات لجميع المنهج في الترم التاني. تقدر تدخل على بنوك الاسئلة وتحل الاسئلة. وبيعمل لك فيدباك بالاجابات الصحيحة. واذا فيه جزء غامض او قلناه بسرعة في revision. ياريت ترجع للدرس الاساسي عندك على قناة آآ القناة بتاعتنا واتمنى لكم دايما لكل التوفيق والتفوق والنجاح الدائم شكرا جدا لكم. معام سعيد عليكم آآ واشوفكم على خير بإذن الله آآ نكحين وفي السنة القادمة ان شاء الله. بشكر كل القائمين على هذا العمل واللي ساعدونا ودون الفرصة نتواصل معاكم. آآ بشكر كل القائمين مرة تانية. آآ آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.